طلاب الأعزاء يعطيكم العافية طلاب 2003 المبدعين والمبدعات يعني فيديو قصير هام جداً ما بعد قرارات الوزارة لصدرة اليوم خلينا أول شي أحكي بالنسبة لمادة الإنجليزية ومن ثم أتطرق لشيء آخر بالنسبة لمادة الإنجليزية حسب الكتاب اللي أنا اتطلعت عليه المفصل للفروع الأكاديمية تم حذف الوحد العاشر من الفصل الثاني والبقعة الأدبية لتريتشار سبوت اللي هي بي اللي هي العبارة عن الجرين كورن فيلد اللي هي حق الدورة أخضر وبالإضافة around the world in 80 days حول العالم في 80 يوم فذلك الشعر والقصة مش مطلوبين في أخبار بتحكي أنه هذا الحذف لجميع الأجيال 2003, 2002, 2001, 2000 وقبل فذلك احنا منستنى تأكيد أنه للكل وأتوقع أنه للكل أنه بيحاول يوحد الامتحان ذلك اللي أنا اتطلعت عليه الوحدة العاشر محذوفة الزاوية الأدبية أو البقعة الأدبية بيه محذوفة بالنسبة للفروع المهنية بحسب مصادر عن الوزارة أنا الوحدة العاشرة كاملة بقواعدها وقطاحها محذوفة يعني صفت مادتكم وحدتين اللي هي وحدة أربعة فصل أول وحدة تسعة فصل ثاني إن شاء الله ربنا يكتب لكم كل الخير وإن شاء الله ما رح نتوانى إلا إن شاء الله نوصلكم للامتحان بأفضل حلة وبأفضل قيمة وإن شاء الله ما يعني كل ما أتينا من علم ومن قوة ومن خبرة مع الأجيال السابقة إن شاء الله رح نقوله لكم وإن شاء الله أكيد يعني هذا الإشي في نوع من الإيجابية أنه عن جد يعني إحنا اليوم بالصدفة نزلت الوحدة التاسعة في وتد لذلك اليوم بقدر أحكي إنه شبه ختمنا طبعا نضال إشي بسيط اللي ما كان معي فصل أول رح نرجع ننزله ورح نضيف عليه شوية أشياء قايد رايتنج فري رايتنج كمان رح نوسع الأمور يعني إن شاء الله بعض إشتهيك النكشات البسيطة الضيلة رح أنزل لكم إياها بتمنى إنكم تشدوا حالكم تدير باركم هسا كثير طلاب بيحكوا طب أستاذ إحنا حذفونا من الإنجليزي ما حذفونا من باقي المواد مش عادل مش منطق أصلا خلص لو خلوا هاي الأشياء بترفع عالمتنا هسا بالنهاية في إش إيجاك أحمد ربنا عليك الوزارة اللي حضر لقاء الدكتور نوافر عجارم اليوم واضح جدا إنه الوزارة ماشي باتجاه بدها تميز بين الطالب الدارس واللي مش دارس لكن نصيحتي من أخلى إخوانه ومن محبلي محبيه إنه أدرس كل تفاصيل المادة لا تخاف من صعوبة الإمتحان ما راح يكون صعب بس أنا متأكد إنه راح يكون إمتحان بيميز بين الطالب اللي بده يجيب 99 عن الطالب ده يجيب 96 يعني بدي طالب اللي بده يجيب 98 هاي السنة أتوقع طالب بده يكون حاطط كل مجهوده ومعاييره الصحيحة عشان يجيب هذا المعدل وهذا الإشي على فكرة بعيده بكرر أنا ما بيفرق معي موضوع المعدل لإنه السنة الماضية اللي كان جيب 99 يدو بطلع له طب يمكن هاي السنة الجيب 96 يطلع له طب لذلك إحنا معيار المعدل ما بهمنا بهمنا الإحصائيات كم طالب جاب فوق التسعين كم طالب حقق علامة فول في الإنجليش مثلا هاي كلها أشياء بتهمنا يعطيكم العافية بحبكم جدا خالص دعاء لكم بالتوفيق ونجاح شدوا الهمة اتعبوا لسه قدامكم أشياء كثير مهمة ومعكم فرصة خرافية